بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحلهاد من الذي يحمل عنوان المتتاليات لباكالوريا 2012 شعبات علوم تجربية رقم واحد ننصح شعبة التقنية الرياضي والرياضيات بمتابعة كذلك الهل إذن لننطلق على بركة الله قال نعتبر المتتالية إلي أن معرفة بحدها الأول إلي سيفر ومن أجل كل عدد طبيعي لاحظوا من أجل كل عدد طبيعي يعني معناه لما يقول من أجل كل عدد طبيعي بدون استثناء تنطلق المتتالية من إلي سيفر أما إذا قال من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم فتنطلق من إلي واحد هكذا حتى تكون الأمور جدا واضحة بالعبارة التلاجعية ها هي اللي هي إلي أن زائد واحد تسعين جذر إثنان إلي أن زائد ثلاثة قالوا لتكون دالة أش معرفة على هذا المجال من ناقص ثلاثة على إثنان إلى غاية زائد من أنها ها هي من هذا المكان كما أشير وعطيت لنا عبارتها هي تقريب تشبه لاحظوا عبارة المتتالية معناه هذه تشبه هذه أش كأنما هي الدالة مرفقة للمتتالية إلي أن وسيف تمثلها البياني والدالة أعطينا لنا لهو معداته إيجلا جيسيو إكس لهو المنصف الأول يا أبني هذا الذي أشير إليه تابعوا جيدا وتسيف تمثل إذا البياني قال انظر إلى الشكل في المعلم متعمد ومتجنس أعد رسم الشكل على ورقة الإيجابة يعني ينقل هذا الشكل ثم مثل على محور لاحظوا الفواصل ليس الترتيب الحدود إلي سفر إلي واحد إلي اثنان إلي ثلاثة تابعوا جيدا هنا دون حسابها لم يطلبوا تلك الحساب موضحا خطوط الإنشاء تابعوا جيدا هنا أبني الأمر جد بسيط لاحظوا ننطيق إلى الإيلي سفر إيلي سفر لاحظوا كم قيمته قيمته واحد ها هو الواحد أبني هنا الواحد معناه من الواحد لاحظوا من الواحد نرسم خطا عموديا خطا عموديا نبحث فيه عن المنحنة إن كان المنحنة الفوق نذهب إليه وإن كان من هنا نذهب إليه هو جاء الفوق إذن نذهب إلى هنا لما نجد نقطة التقاطع أبنائي مباشرة نأتي ونبحث عن المنصف الأول إن كان في هذا الاتجاه نبحث عليه وإن كان في هذا الاتجاه نبحث عليه هكذا أبنائي ثم لما تتم عملية التقاطع ننزل مباشرة هكذا فيصبح لنا ماذا أبنائي فيصبح هذا هو الإيلي صفر هذا هو إيلي واحد بدون حساب ثم بعدها كذلك نكمل بنفس الخطة من إيلي واحد نأتي ونبحث عن المنحني هكذا هاهو قد وجدناه في هذا المكان ثم نأتي أفقي للبحث عن المنصف الأول هكذا ثم أبنائي ماذا هاهو لاحظوا جيدا ثم ننزل مباشرة إلى هنا ليصبح هذا ما هو هو إيلي إثنان بنفس الخطة من إيلي إثنان أبنائي نأتي ونبحث عن المنحنى ثم نأتي هكذا أفقيا وننزل مرة عفوا وقلت وننزل مرة أخرى هكذا فتصبح لنا هذه هي إيلي ثلاثة أما الإيلي أربعة فيصعب الإنجاز لأنها هي تتقرب إلى هذا المكان ثم ماذا طرح السؤال أبنائي إذا لاحظوا لو أقوم بعمل التكبير هاهو أمامكم هل هي تتناقص أبنائي أم تتزايد يقول أحدكم كيف نعرفها أنها تتناقص أو تتزايد أنظروا إلى اتجاه المعلم إن وجدناها هكذا تزيد الحدود نقول إنها متزايدة أما إن وجدناها العكس هكذا فنقول إنها متناقصة أما إن وجدنا الحد الأول هكذا والحد الثاني هكذا فنقول إنها متناوبة يعني لا يمكن معرفة اتجاه تغيرها قال إذن هذه قد رسمت حددت إلي سفر وإلي واحد وإلي اثنان وإلي ثلاثة على محور ماذا الفواصل هذا فيما يخص الإنشاء ثم قال السؤال باء ضع تخمينا حول اتجاه تغير إلي آن وتقاربها ما معناه هنا أبنائي معناه ما رأته العين قم بالتعبير عليه نقول نلاحظ يعني هنا في التخمين إذن التخمين نلاحظ أن إلي آن كيف هي متزايدة أبنائي هذا فيما يخص تغير يقول أحدكم لماذا متزايدة أستاذ لأنه لاحظ إلي سفر إلي واحد إلي اثنان وهكذا معناه تتجه بهذا الاتجاه مع المعلم لهذا قلت متزايدة لو جاءت مثلا هنا إلي سفر وعكست هكذا لقلنا إنها متناقصة وقال وتقاربها عفوا وتتقارب وتتقارب أبنائي نحو فاصلة هذه الحدود نحو فاصلة تقاطع لاحظوا تقاطع دالطا وماذا واسي أين هي يعني لكل هذه الحدود تتقارب نحو هذه المكان الذي يظهر هنا عندنا هو الثلاثة يعني كليا تتقارب نحو هذه القيمة اللي هي نقول فاصلة هذا المكان اللي هو هنا التقاطع في هذا المكان نحتاج الفاصلة كلها يعني تزدحم تتقارب تتقارب إلى هذا المكان هذا فيما يخص أبنائي ماذا نحو التقارب والتزايد إنها متزايدة الآن بعد ما جاء معناه أجبنا على هذا السؤال يا أبنائي ما علينا إلا الإتيان إلى برهنة على ذلك جاء السؤال قال برهن بالتلاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي إحذاروا مرة المتتالية تكون منطلقة من إلي سفر ثم في برهن بالتلاجع يقول برهن بالتلاجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم يعني لا تنطلق بالرغم هو يكون الإلي سفر موجود لكن عليكم أن تنطلقوا من إلي واحد حتى تكون الأمر وإلا إذا عودتم في الإلي سفر تجدون أنه بداية التلاجع غير محققة فتقول التمرين خاطئ لا إنما انظروا إلى الجملة اللغوية إذن قال برهن بالتلاجع على هذه العبارة أن إلي آن محصورة ما بين الصفر والثلاثة لاحظوا جيدة إذن البرهن أن البرهن أن إلي آن هذا هنا أكيد البرهن يكون بالتلاجع لأنه متتلية لأن المتغير لما يكون آن هنا يكون آن فيمكن البرهن بالتلاجع أما إذا كان في الدول فلا يمكن لأنه يصبح إكس والإكس عدد حقيقي نقول بداية التلاجع نقول من أجل آن في الأول كم يسأل يا ابني يسأل لنا الصفر لاحظوا إلي السفر ها هي أمامكم ها هي الإلي السفر تعالوا نعوذ بإلي السفر معناه هنا إلي السفر كم قيمة الإلي السفر يا ابني واحد لاحظوا لو نعوذ بالواحد يصبح ماذا يصبح واحد محصور ما بين الثلاثة وماذا والصفر فماذا نقول نقول بي لسفر أبنائي مو حققة فقط يعني في البرهن تلاج بداية التلاجع أصبحت محققة لما أتينا بهذه قيمة وضعنا في هذه العلاقة أصبحت تحقق هذا الأمر الأول ثم ماذا تقول القاعدة ثم المرحلة الثانية اللي هي ونفرض دائما في البرهن بالتلاجع الشيء الذي يعطى لنا للبرهنة علينا أن نفرضه ونفرض أن بي لآن كيف هي أبني مو حققة أي ماذا أي أن إي لآن محصور ما بين الثلاثة والصفر هذا الأمر الثاني إذن قلت في البرهن بالتلاجع لأن فيه الطلبة يقول يا أستاذ صعب لا يوجد فيه صعب مرحلة التحقق تجدونها أنها محققة ومرحلة التي تعطى لكم للبرهن أفرضوها والمرحلة الثالثة لهي ونبرهن أبنائي ونبرهن صحة ماذا صحة القضية بي لآن زائد واحد أنها كيف هي محققة ما معنىها معنى أن يريد أن نثبت أن إي لآن زائد واحد لاحظوا بي لآن زائد واحد معنى إي لآن زائد واحد أنها محصور ما بين الثلاثة والصفر لكن تقول القاعدة ماذا تقول القاعدة للبرهن بالتلاجع عليك أن تنطلق من بداية التلاجع ماذا نقول أبنائي نقول لدينا ماذا لدينا من فرضية التلاجع ها هي لهي إي لآن محصور ما بين الثلاثة والصفر هذه مفراضية وعلينا أن نبرهن أبناء ماذا ونبرهن هذه العلاقة التي أشير إليها أنها محصورة ما بين الثلاثة والصفر تعالوا نعمل رويدا رويدا يعني نستعمل قواعد الحصر انظروا هنا وقارنوا بين العبارتان حتى نصل إليها ماذا يمكن نفعل أبناء تابعوا يمكن أن نضيف ماذا نضرب في إثنان نضرب من هنا في إثنان ومن هنا تصبح ستة ومن هنا الصفر لأننا ضربت في إثنان ليريد أن نصل إلى هذه العلاقة ماذا ينقص يا أبناء ينقص لنا الثلاثة فتصبح إثنان إلي آن زائد ثلاثة ومن هنا لما نضيف ثلاثة تصبح لنا تسعة ومن هنا لما نضيف ثلاثة تصبح لنا ثلاثة بما أن القيمة هذه موجبة وهذه موجبة أكيد الذي في الوسط موجب أن ندخل الجذر أبنائي تصبح هكذا وهكذا وهكذا تصبح هذه العبارة لمن أنظر هي لإيلي آن زائد واحد معناها تصبح لنا هنا إيلي آن زائد واحد محصور ما بين الجذر تسعة هو الثلاثة والجذر الثلاثة يبقى هو الجذر الثلاثة يقول أحدكم يا أستاذ أنت قلت أنها يجب أن نجدها محصور ما بين الثلاثة والصفر يا أبنائي أليس جذر ثلاثة ما زال أكبر من الصفر؟ نعم إذن الثلاثة والصفر ما زالت موجودة في الحصر إذن ماذا يمكن أن نقول؟ نقول ومنه ماذا؟ ومنه أن إيلي آن الزائد واحد ما زالت محصور ما بين الثلاثة والصفر لأن الجذر الثلاثة هذا ما زال ينتمي في الحصر أما إذا وجدنا هنا أربعة وهو طلب مننا أن نجدها محصور ما بين الصفر والثلاثة الذي الذي تأكبر منها أربعة لا يعني أنه أكبر منه الثلاثة يعني حتى يجب أن نجد القيم التي تكون هنا في الحصر ما زالت تنتمي إلى المجال هذا إذن الجذر الثلاثة ما زالت أبنائي محصور ما بين الثلاثة والصفر حتى تكون على الدراية إذن ماذا نقول؟ لاحظنا أن إلي آن زائد واحد كذلك إذن نقول بيلي آن زائد واحد محققة وأخيرا أي أخيرا ماذا نقول أبنائي؟ نرجع إلى أصل البرناس لأن إلي آن أصبحت محصورة ما بين الثلاثة والصفر بهذه البساطة كما يوجد لنا طريقة أخرى يمكن أن نستعملها أبنائي أن ماذا؟ لاحظ جيدا طريقة ثانية نستغل فيها الدالة بالرغم هو لم يطرح أسئلة عن الدالة لكن نلاحظ أن الدالة لو ندقق هنا في المنحني أن هذه الدالة يا أبنائي لاحظوا من هنا إلى هنا كيف هي؟ متزايدة فماذا نقول في بداية التراجع نبقى دائما أنه بيلي بيلي سفر محققة ونقول ونفرض أن ماذا؟ أن إلي آن محصورة ما بين الثلاثة والصفر ونقول وبما أن آش دالة كيف هي؟ متزايدة على المجال ما هو؟ المجال الذي نحتاجه نحن من الصفر إلى الثلاثة فقط هذا ما نحتاجه فقط هكذا فيمكن مباشرة تقول القاعدة لاحظ ماذا؟ يمكن أن نفعل أبنائي هكذا وماذا؟ قلنا وهكذا بما أن الدالة متزايدة ويمكن إدخال الآف من هنا والآف من هنا والآف من هنا بهذه البساطة معنا تصبح هنا كم أبنائي؟ ركزوا تصبح لنا هنا من هنا الثلاثة ومن هنا آف لأولئان هي نفسها أولئان زائد واحد ومن هنا آف لصفر لهي جذر ثلاثة والجذر الثلاثة أكبر من الصفر إذن تصبح كذلك إلي آن زائد واحد محصورة ما بين الثلاثة والصفر إذن نقول أن بي لئان زائد واحد كيف هي أبنائي محققة وفي الأخير نقول كذلك بي لئان محصورا ما بين الثلاثة وصفة هذه طريقة ثانية استعملنا فيها الدالة لكن الدالة تستعمل يا أبنائي لما تكون الدالة متزايدة أما إذا كان الدالة متناقصة فيحدث إشكال آخر في هذه العملية الآن لاحظوا جيدا إذن فعنا مع السؤال سوف نتابع الآن بعدما أكملنا على هذا البرهان بالتلاجع أبنائي ناتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال أدرس اتجاه تغير متتالية إلئان إذن نكتب هنا نقول لدراسة لاحظوا أبنائي لدراسة اتجاه تغير ماذا تغير المتتالية إلئان يجب أن ماذا أبنائي أن ندرس إشارة الفرق بين ماذا بين آ إلئان زائد واحد ناقص إلئان على هذا المجال لا تنسوا المجال من الصفر إلى الثلاثة لاحظوا جيدا إذن ماذا تصبح تصبح كذا إلئان زائد واحد ناقص إلئان تساوي إلئان زائد واحد هيها هي قيمته هي الجذر إثنان إلئان زائد ثلاثة أبنائي ناقص إلئان تساوي هنا هذا موجب ويصبح هذا سالب لماذا سالب لأن الإلئان أنظر الإلئان قيمة الموجب وسبقت بالناقص بقيمة سالبة لا يمكن معرفة إشارة هذه العبارة إلا أن نأتي ونضرب في شيء اسمه المرافق تابعوا جيدا ما هو المرافق أبنائي لهذه القيمة أكيد المرافق يكون الفاصل في هذا المكان هنا ناقص بحين زائد تابعوا جيدا معناه نضرب في المرافق إذن تصبح لنا هكذا لاحظوا تصبح لنا هنا جذر إثنان إلئان زائد ثلاثة ناقص إلئان هذا الأصل الآن نضرب في المرافق ما هو المرافق المرافق يصبح لنا جذر إثنان إلئان زائد ثلاثة نا زائد إلئان لأن هنا ناقص نجعل زائد لو كانت هنا زائد لا ضربنا المرافق هو الناقص بما أن نضربنا فيه نقسم عليه هذه القاعدة تصبح لنا هنا إثنان إلئان زائد ثلاثة تحت الجذر زائد إلئان نكمل الآن العمل رويدا رويدا تابعوا جيدا هكذا أبنائي تصبح تساوي المقام نتركه كما هو لهو إثنان إلئان زائد ثلاثة تحت الجذر زائد إلئان أما البسط عندنا خاصية آ ناقص بي في آ زائد بي قلنا أبنائي أن تساوينا آ مربع ناقص بي مربع لهو المتطابق الشهير رقم ثلاثة ها هو الآ وها هو البي تصبح آ مربع لاحظوا تصبح لنا هذا مربع لما نربعه يذهب بالجذر مباشرة لأنه قيمة مجابة تصبح لنا إثنان إلئان زائد ثلاثة ناقص هذا مربع ناقص إلئان مربع لاحظتم أبنائي ها هو الشيء ما علينا الآن أبنائي إلا الترتيب أنها صبحت في البسط معادلة أو عبارة من الدرجة الثانية تعالوا نرتب ذلك عفوا إذن قلت نرتب ذلك إذن نكتب ناقص إلئان مربع زائد إثنان إلئان لاحظوا زائد ثلاثة على إثنان إلئان زائد ثلاثة هكذا زائد هنا أبنائي ماذا زائد إلئان إشارة هذه العبارة أكيد من إشارة البسط لماذا نقول إشارة إشارة العبارة من إشارة ماذا البسط لأن لاحظوا لم أقل ينعدم إشارة كسرية في الأصل من إشارة البسط في المقام لكن هنا المقام لاحظوا المقام لهو إثنان إلئان زائد ثلاثة ركزوا جيدا أبنائي حتى تعلموا إلى هذا أن هذه برهنها أنها محصورة ما بين الثلاثة والصفر والإلئان كذلك من البرهن الترجع كذلك برهنها أنها محصورة ما بين الثلاثة والصفر لو نقوم بالجمع تصبح هنا بجمع هذه مع هذه تصبح لنا الجذر إثنان إلئان زائد ثلاثة زائد إلئان من هنا كم من هنا ستة ومن هنا الصفر إذن هي قيمة مجابة إذن هذا المقام لا دعي لإشارته لدرس إشارته إذن هو قيمة مجابة ما علينا إلا المجيء إلى البسط البسط نبحث عن جذوره جذوره إن وجدت تعالوا نبحث عن ناقص إلئان مربع زائد إثنان إلئان زائد ماذا؟ زائد ثلاثة هذه قلت نبحث عن جذورها إنها معادلة من الدرجة الثانية مكتوبة على الشكل AX مربع زائد BX زائد C نفكر مباشرة في المميز دالتا يساوينا B مربع ناقص أربعة في A في C يصبح لنا دالتا يساوي B هو القيمة المضروبة في الأولي N وهي هذه يصبح لنا أربعة ناقص أربعة في A ناقص واحد في C وهو الثلاثة فصبح لنا دالتا يساوينا ماذا؟ الناقص في الناقص هنا يصبح هنا زائد وهنا زائد يصبح إثنان عشر زائد أربعة يصبح ستة عشر يصبح جذر دالتا يساوينا جذر ستة عشر وهو أربعة أكيد تصبح هذه العبارة لها جذران ما هما الجذران أبناء لاحظوا إذا سمينا الأول E لان لواحد يصبح يساوينا بالقانون ناقص B ها هو البي ناقص B معناها سبح لنا ناقص اثنان ناقص جذر الدالتا وهو الأربعة على اثنان أ وهو الاثنان في الناقص واحد سبح ناقص اثنان سبح لنا إي لان لواحد تساوي ناقص ستة على ناقص اثنان وتساوي لنا الثلاثة هذا الأول ثم الإي لآن لإثنان تساوي ناقص بزائد جذر دالتا على إثنان آ لهو على ناقص إثنان تصبح لنا إي لآن لإثنان تساوي لنا ماذا؟ إثنان على ناقص إثنان وتساوي ناقص واحد إذن ما هم جذر هذه العبارة؟ جذر هذه العبارة لهذه يا أبني هما الواء ناقص واحد والثلاثة نأتي الآن لنكتبها كتابة تلاحظوا كيف نكتبها بما أننا نحن عرفنا هذه الجذور نتابع جيدا إذن سوف نكتب الآن هذه العبارة يا أبني لها عبارة تساويها ركزوا جيدا إذن عندنا ناقص إي لآن مربع زائد إثنان إي لآن زائد ثلاثة كيف تكتب أبني بما أننا نعلم الجذور لهي ما هو عندنا الجذر ها هو وعندنا الجذر ها هو فالقاعدة ماذا تقول يا أبني عند تحليل أي عبارة لها جذران مثل هذه تقول القاعدة هي أ في إكس ناقص إكس واحد في إكس ناقص إكس إثنان هذا الأمر درس في السنة الأولى ركزوا هنا الأ هنا لاحظوا كم هو ناقص إي لآن سبح لنا ناقص في ماذا في إي لآن ناقص الحل الأول ها هو الحل الأول لهو ناقص ثلاثة في إي لآن ناقص الحل الثاني هو الناقص واحد مع النقص سبح لنا زائد واحد يا أبني هذه هي الكتابة التي تضاهي او تساوي هذه العبارة. اذا ماذا نأتي الان لنكمل مع تلك الفرق. الفرق يصبح لنا تساوي. تابعوا جيدا ابني هنا نقطة بنقطة. اذا عندنا نأتي ونعيد الكتابة. لاحظوا جيدا. نصبح لنا ناقص قلنا اي لان ناقص ثلاثة في اي لان زائد واحد على المقام الذي قلنا هو جذر اثنان اي لان زائد ثلاثة زائد اي لان. الان نأتي الى معرفة. نحن قلنا في التخمين انها متزايدة. اركزوا هنا ماذا نقول. الان عندنا قلنا البسط المقام قلنا انه قيمة مجابة تماما. نأتي الان الى البسط. البسط لنلحظ الى هذه العبارة. لهي اي لان قلنا انها محصورة ما بين الثلاثة و الصفر. لو نضيف من هنا واحد ونضيف من هنا واحد. فتصبح لنا من هنا اربعة ومن هنا واحد. فتصبح لنا زائد واحد محصورة ما بين الاربعة والواحد معناه اكبر من الصفر. اذا هذه القيمة قيمة موجبة تماما ركزوا إذن المقام موجب يليان زايد واحد هذه موجبة بقيت لنا هذه العبارة لاحظوا جيدا نحن عندنا يليان محصورة ما بين الثلاثة والصفر ركزوا أرجوكم تابعوا نقطة بنقطة أبنائي لاحظوا علينا أن نجد كذلك حصر هذه القيمة لنعرف إشارتها لو نأتي يا أبنائي إلى هذه تصبح لنا عيدا عندنا ماذا عندنا إليان هكذا أقل من الثلاثة لا يهم هنا الصفر الآن هي أقل من الثلاثة لو ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا إليان ناقص ثلاثة تصبح أقل من ناقص صفر هذا لا جيدا الآن ماذا ينقص يا أبنائي ينقص لنا هنا الناقص لو نضرب هذه المتبينة كليا في ناقص من هنا ومن هنا في ناقص يعني في ناقص واحد ماذا يحدث يا أبنائي أنا أقوم بعملية الحصر لمعرفة إشارة هذه القيمة فتنقلب المتبينة فتصبح لنا إي لأن ناقص ثلاثة هذه أكبر لكن هنا الناقص لا نتركها هو الناقص لهوها وناقص أصبحت أكبر من الصفر تابعوا ونظروا بمعنكم هذا موجب لهو هذا كليا وهذا موجب وهذا موجب إذن أصبحت هذه القيمة هكذا بهذه البساطة إذن ونقول ومنه ومنه إي لأن متتالية كيف هي أبني متزايدة تماما على مجالها اللي هو من الصفر إلى الثلاثة لاحظتم بهذه البساطة المطلقة فقط يعني أثبتنا أن المقام موجب وهذه القيمة موجبة وهذه استغللنا البرهن بالترجع فأثبتنا أنها موجبة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال الذي قال أدرس تغيرات أو أدرس تغير المتتالية إي لأن نأتي الآن إلى السؤال الآخر أركز وأرجوكم عندنا في السؤال الآخر ماذا قال أبني نتابع قال استنتج أن إي لأن متقاربة نقول استنتج أن إي لأن كيف هي متتالية متقاربة والسؤال هو استنتج عندنا نظرية ماذا تقول بما أن إي لأن متزايدة تماما وماذا ومحدودة من الأعلى بالعدد ماذا ثلاثة فهي كيف هي أبني متقاربة يقول أحدكم يا أستاذ هي محدودة من الطرفين لماذا تقول القاعدة إذا كانت متزايدة ومحدودة من الأعلى لا نحتاج من الأسفل لو كانت متناقسة لقلنا ومحدودة من الأسفل أما إذا كانت متزايدة دائما القاعدة تقول إذا كانت المتتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة أما أن تكون المتتالية مثلا متناقصة ومحدودة من الأعلى من الأعلى بالعدل الثلاثة فهذا لا يمكن أن نقول أنها متقاربة إذا كانت المتتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة ومتزيدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة نحو نهاية تسمى فهي متقاربة نحو نهاية نهاية اسمها ماذا؟ أهل فقط هذه نظرية الآن أبنائي بعدما برهن استنتجنا أنها متقاربة قال ثم أحسب نهاية هذه المتتالية إذن نقول حساب limit U لأن لما أن يقول إلى زائد ملا نهاية حتى مرات يقول لك أحسب النهاية فقط عليك أن تعلم أنها تقول إلى زائد ملا لأن أن عدد طبيعي ماذا نقول نقول بما أن U لأن كيف هي يا أبني متقاربة هذا شرط فإن ماذا تقول القائدة فإن limit U لأن تساوي limit U لأن زائد واحد أكيد لما الآن الآن يقول إلى زائد ملا نهاية وهنا الآن يقول إلى زائد ملا جدا تساوي L هذه القائدة ما معنى؟ معنى نأتي بالعبارة هذه كل ما وجدنا إلي أن نعوضه بL ونجعلها تساوي L ركزوا إذن كل نهاية هذه نهايتها كم؟ L وهذه نهايتها L لاحظوا جيدا إذن ماذا نقول نكتب هكذا فقط نكتب إثنان L زائد ثلاثة تساوي إلي أن كم نهايتها L يعني كل ما وجدتم في مكان إلي أن عوضوه بالL تساوي دائما L هذه قائدة الآن نحل هذه معدلة لإيجاد الحلول ركزوا جيدا نحن قلنا أن قلنا المتتالية كيف هي؟ المتتالية أنها متقاربة معنى هنا هذه الآل من الشروط الآل هذه من الشروط الآل يجب أن تكون قيمة مجابة لأنها تساوي جذر والجذر دائما قيمتها مجابة هذا الجذر لماذا؟ لأن قلنا أن إلي أن زائد واحد محصورا ما بين الثلاثة والصفر هذه حتى تكون على ديري الآن نقول نربع الطرفين فقط لما نربع الطرفين ماذا يحدث؟ مع قولة الشرط أن آل هذا يجب أن يكون أكبر من الصفر لأنه هو يساوي قيمة في الجذر لما نربع الطرفين أكيد سوف يذهب الجذر نصبح إثنان آل زائد ثلاثة تساوي لنا آل مربع هنا أبنائي تعالوا نجعلها معادلة السفرية نصبح لنا ناقص آل مربع زائد إثنان آل زائد ثلاثة تساوي لنا الصفر وهذه معادلة من الدرجة الثانية قد حلت من قبل كيف حلت؟ لما حسبنا هذه إلي أن زائد واحد ناقص إلي أن ألم نجد ناقص آل مربع زائد إثنان آل زائد ثلاثة لاحظوا هنا في هذا المكان أليس هنا لو نضع آل آل إذن يصبح لنا آل واحد مباشرة يعني بدون أن تعيدوا الكرة مرة أخرى لأنها حلت من قبل أنها مرة وجدناها الثلاثة وآل الثانية وجدناها كم؟ ناقص واحد لكن تعالوا نعود إلى هذا الشرط نقول هذا مرفوظ لأنه قيمة كيف هي قيمة سالبة إذن تصبح النهاية ما هي؟ ومنه ومنه لاحظوا ومنه لمت إلي أن لما آل يأول إلى الزائد ما لا يتساوي ثلاثة ومرات يا أبنائي نجد النهاية ما هي؟ تخيلوا نجد آل واحد تساوي الثلاثة وآل إثنان تساوي الصفر أيهم مقبول وأيهم مرفوظ؟ فيه مرة التمرين تجدونها الآل هي نفسها المتتالية أن إلي الآن محصرة ما بين الثلاثة والصفر ووجدتم نفس النهاية لهي الثلاثة والصفر هذا يقبل وهذا يرفض يقول أحدكم لماذا يا أستاذ يرفض؟ لأن محدودة من الأعلى من الأعلى ومتزايدة هذا هو الشرط بما أنها متزايدة فهذا الذي يقبل متزايدة ومحدودة من الأعلى إذن ثلاثة هو الذي يقبل لو كانت متناقصة ومحدودة من الأسفل فهذا الذي يقبل بهذه البساطة المطلقة فقط وفي الأخير أبنائي وبناتي نرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير والترحم على روح أمي الطاهرة وزوروا موقعاً لهو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته